كابتن عادل بالرغم من التعادل اليوم إلا أن المكاسب كتير جداً للنادي الأهلي اليوم طبعاً وموسم متميز للنادي الأهلي موسم حصد العلامة الكاملة لا يتكرر كثيراً يعني إحنا أولاً لازم نشكرهم على الموسم الجيد نشكر كل عناصر اللعبة وصنعة اللعبة في النادي الأهلي لازم نشكرهم على الأداء المتميز لما دخلك امتحان وتجيب لمية في المية تدخل خمس بطولات وتاخد الخمسة وإن شاء الله تاخد الباقي بتوع السنادي إن شاء الله بإذن الله وتروح كاس عالم الأندية كمان وأنت رايح أه وتروح يعني رايح كاس عالم الأندية دخل كويس للنادي شغل كويس للنادي فإحنا بنشكرهم بنشكر كل القائمين على المنظومة في النادي الأهلي الحاجة التانية المهمة إنك إنت رحت مكان تاني عشي يمكن أنا قلت لها كابتر عيمان في بداية الستوديو قلت كلمة لو تفتكنا أرجع لها آآ بقول لكل المنظومة لازم يعني الضبط النفس في كل الأوقات في الموسم اللي جاي ده لازم يبقى قوي جدا لأنه أنت هتتقابل مقابلة غير عادية يعني هو أنت السنة دي مثلا على سبيل المسال لما خلصت الموسم وخلصت الدوري كان ممكن أي مدرب في الدنيا هيطلع يقول أنا خلاص شكرا خلصنا الموسم ولعب بالناشئين دولا مزاما يعني وده اللي احنا كنا متوقعين آآ وده اللي كنا متوقعين لما خسرت في مطش بيرمدزي اللي هو المطش اللي ملوش لازمة من وجهة نظرنا خلاص الدورة حاسم تحسيل حاسم تحسيل حاسم في الدورة ملوش لازمة طبيعي في الدورة يات بتبقى كده المبارات الأخيرة بتتلعب بتتلعب ولكن مش بتأثيرها على الدورة يبقى خلاص لا بص انت وصلت لإيه مدى الاستفزاز اللي بيحصل لك من عناصر كتير جوة المنظومة فلازم تبقى تكير جدا لازم تبقى تكير على لعبتك كمان اللي متواجدين اي لعيب لازم يبقى عنده ضبط نفس جامد جدا لانه الحاجة اللي بتتعمل في النادي الأهل بسيطة بتكبر قوي والحاجات اللي بتبقى ضد النادي الأهل كبيرة بيصغرواها قوي وعندنا نمازج كتير واشكال كتير اما للمبارات النهاردة فكابات نتكلموا على انها مباراة ايجابية الحمد لله يعني فيه لعيبة كتير قوي ظهر وكابتن علاج كلم على السير دباك وكابتن عسى بتكلم على الشوت التاني ان احنا كنا افضل من نادي الأهل من اهم ايجابيات المباراة النهاردة فوجة نظر انا يعني انا انا شايف انه انه كل اللعيبة اللي لعبت من وجهة نظري كل اللعيبة اللي لعبتها تبقى هي مهمة للنادي الأهلي ولكن في تفاوض نسب المكان ومكان مين من فريد الأول وانت محتاجه في قدي ايه وتوقيته قدي ايه ممكن ما تحتاجهش الفترة دي فانت بتبص عليه علشان تعمله استراتيجية اعراض طبع انت طول عمرك انت النادي الأهلي من اكبر من اكبر الاندية في مصر اعراض خليني بس يعني هو انا هتكلم انا مش هتكلم فيها انا مش هتكلم فيها لكن انا بكلمك على معرفتي انا باللي قبل كده وانا كنت جوه تجربة من التجارب دي احنا كان عندنا 18 اعارة منهم افضل لعيبة كانت النادي الأهلي وعملت نتائج مبهرة منهم عبدالقادر منهم شريف منهم عبدالمنعم عبدالمنعم لا وفيه ربنا عيش فيه اكرم اكرم طبعا فيه فيه لعيبة كتير قوي وعمار حمدي واحمد ياسر ريال لما رجع لك تاني فانت عندك التجارب كتير جيدة قوي فانت ممكن انت بتكون بيشتغل بالسراتيجية النهاردة انك انت مش لازم اللعيبة يلعب معك بكرة انت بتشوفه علشان كمان توجهه فين عشان يقدر الحاجة المهمة بقى ان انا لما بودي اللعيبة دي اعارات بيرجعوا بصمة النادي الاهلي عشان كده اختيار الاعارة مهم لما نيجي في الاعارة نتكلم فيها ودي لها فلسفة كمان نتكلم فيها ولكن بكلمك على مباراة النهاردة من اكبر المكاسب في مباراة النهاردة انك انت شفت اطمنت على كل الصغيرين عندك يعني كل البروميس عندك انت تكلمه على معتز محمد وانا بقول كريستو النهاردة مثلا عجبني جدا احمد كوكا عجبني جدا كان هايل يقدر يقف وسط الملعب ويقدر ورقفة قليل رغم انه مغير مكانه لما يغير مكانه يبقى الرجل شايف في حاجة كويسة لما انا اغير مكان لعيب في مكانين انا شايفه كويس انا كريم برضو عمل جيم تاني شوت عمله كل لعيب عمله كويس لكن انا بكلمك على امكانيات لعبين بكلمك على انك انت بتلعب نادل مصر في الوقت ده ونادل مصر مغلوب المصر اللي عابله اربعة وينزل معاك فلازم كان يكسب النهاردة ويبقى شكله قوي ولعب كان يحسن الصورة ولعب بلعب أسسية كتير ومحترفين كتير قوي وانت بتلعب صغيرين ورغم هذا انت كنت اخطر وكنت افضل انت اللي كنت هتكسب التاني شوت وتكسب كويس وفرص كتير ضعت منك النهاردة فاجابيات كتير قوي في المباراة انت عارفة كابتن ايمن كمان الاجابية للمدرب اللي احنا بنشوفها سلبية بيستفد منها المدرب فدي ايجابية بالنسبة للمدرب بيشوف ان ممكن يكون احنا مش عجبنا حاجة ممكن يكون هو او هو ما حصلتش بشكل كويس فهو يستفد منها عشان ما تتعملش علشان ياخد قراره فيها ايجابيات كتير قوي وبنشكر اللاعبين حتى اللاعبين الصغيرين بنشكرهم وبنقول لهم شد حلكم وكل لعبة مصر بدأت بالشكل ده باختبار وضغط ده صحيح موسيقى